موسيقى موسيقى سوف ولك بالكرسي واندلاق الكرسي الحلم سنة وانترى قبيل ننازلم اريتريال اطلب سنة وانترى قبيل ننازلم اريتريال اطلب اشتركوا في القناة شكرا جزيلا ايها الاخوة في الحقيقة انا اشكر جزيل الشكر ومنظمي هذا الصرح الصرح الذي نتمنى ان يكون عملاقا ونتمنى ان يكون صرح بالفعل كما اسمه وفاقا لهذه الامة الامة الاريترية واشكر لكم اتاحتكم لهذه الفرصة للتحدث في وجود هذه الكوكبة المتميزة من المثقفين الاريتريين في هذه الصحة في حقيقة الامر انا اجريت اجرينا تغييرا بسيطا في الاسم هو تجليات الامة الاريترية مفهوم يعني تجليات مفهوم الامة الاريترية في فترة الكفاحة المسلحة هو نفسه ايوه نعم في حقيقة الامر انا استمعت للدكتور دكتور ابراهيم موشيف وهو رجل قامة مثل ما قلت في 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 هذا العلم وتحدثت يعني هو تحدث باسهاب عن الامة الاريترية كيف كانت وكيف ان انه من المستغرب الاعتراف بوجود امة ايثوبية ونكرانة الامة الاريترية وهذا يعني من الاسئلة حقيقة التي يجب ان نفرد لها ندوات لهذا الموضوع لماذا كل هذا يعني لماذا الاعتراف لهذه الامة امة الاريترية وعدم الاعتراف بوجود الامة الاريترية في حقيقة الامر مثل ما قال الدكتور انه هذا يعني قبل ان اعود لفترة الكفاحة المسلح اختبس بعد الاختباسات من الدكتور يعني الدكتور قال ان كثير من العوامل التي تقوم عليها يقوم عليه مفهوم الامة كانت متوفرة في المجتمع الاريتري حتى قبل ان يأتي الاستعمار حتى قبل ان يأتي الاستعمار الاريتري وكانت هناك صلاة بالضبط يعني مثل ما كان موجودا ايضا في اثبيا كانت هناك سلطنات وكانت هناك مماليك وكانت هناك يعني خرائط احيانا تتغير واحيانا تتمدد واحيانا تنكمش مثلها مثل باقي الدول في حقيقة الامر نحن مثل ما قال الدكتور يعني تميزنا عن باقي ربما جيراننا عن باقي الدول الكبيرة في وجود حضارة في هذه المنطقة كانت هناك حضارة وهذه الحضارة موثقة ابتداء من بونت لحد الان والدليل على ان تميز الوجود هذا العوامل لتكوين امه في اريترا هو التساهر مثل ما قال الاستاذ والانسهار التساهر والانسهار تصور الان في حقيقة الامر انه يتجاوز احيانا الانتقالات والهجرات من منطقة الى منطقة من منطقة فيها عقيدة معينة الى منطقة اخرى واحيانا من دين الى دين واحيانا يعني قبائل من نفس المنطقة الى منطقة اخرى كلها كانت تسير ضمن هذه الخريطة الان حاليا التي نسميها اريترا وقد تتجاوز احيانا بتمدد بعد خرائط يعني بعد السلطنات في حقيقة الامر انا اتحدث عن تجليات الامة الاريترية في فترة الكفاحة المسلح بطريقتين او في امرين الامر الاول وجود مصطلح الامة كمصطلح او استخداماته كمصطلح او وجوده كمعنى في فترة الكفاحة المسلح اذا وجوده كمصطلح ربما اقول ان استخداماته كمصطلح في اثناء فترة الكفاحة المسلح اعتقد ان كثير من سياسيين ابطلعوا الطعم مثل ما قال الدكتور في مشاركتي الاولى ان امم اخرى كانت تريد ان تسمينا ام تحت الامة او الشعب او البيبول عادي يعني جدا فهذا ربما قد تم ابطلعه لذلك كنا نرى في مسميات الاحزاب والجبهة الجبهة الشعبية قوات التحرير الشعبية والجبهة الشعبية لتحرير الاستخدام الامة في هذا غير موجود ولكن غلب عليه استخدام مصطلح الشعبي في هذا فهذا نرى اما في وجوده كمعنى فهذا اعتقد انه يعني لا يريد لا يتطلب شرحا ولا يتطلب اسهابا في هذا الموضوع فان وجود الكفاح المصلح وقيام الكفاح المصلح لماذا لتحرير اريتريا فهو في حد ذاته كافي ان وجود هذا التمييز التمييز الذي يعتبر يعني نوع من التعريفات لمصطلح الامة وهذه الامة كانت ترى نفسها انها متميزة ومتميزة عن الامة الاثوبية الموجودة في الجار او الامة الاخرى غيرها فبذلك ارتأت ان تنفذ ما تشعر به من انتباء لهذا الوطن عن طريق الكفاح المصلح فبالتالي قيام الكفاح المصلح في حد ذاته يبدي لنا يعطينا فكرة من ان هذا التمايز كان موجودا وفكرة الانسهار والفكرة التساهر والانسهار والعوامل الاخرى المطلوبة لتكوين امة كانت موجودة حتى ما قبل الاستعمار ايام المماليك وغيرها كما قال الدكتور ان الاستعمار الايطالي وفر شرطا سياسيا فقط لهذه الامة فبالتالي اذا نظرنا الى الحركات التحرير منذ قبل ان تتحول الى حركات التحرير نبدأ من حركة التحرير الالترية في يبدو ان فكرة التمايز هو التي قامت عليها الخلايا وهذه الفكرة لم تأخذ بعدا دينيا ولا بعدا قوميا فبالتالي فكرة حركة التحرير منذ البداية حاولت ان تلملم الشم وحاولت ان تضم الكثير من الاختلافات التي ربما كانت موجودة والتي يمكن ان تشكل تمايزا بين الشعب فبالتالي حركة التحرير ضمت جميع القوميات كما ضمت ايضا المسلمين والمسيحيين فهنا اتذكر في مقابلة قمت بها عام 2014 لأحد مؤسسي حركة التحرير الالترية وهو المناضل محمود اسماعيل قال لي حكى لي نقطة يعني حتى الان يعني لم انسها لحد الان وهو انه عندما كانوا في عصب في تقريبا في تسعة وخمسين عام الف تسعمية تسعة وخمسين لتوعية الشعب هم كانوا موجودين في عصب بحكم انهم كانوا يشتغلون هناك لكنهم كانوا يريدون ان يكونوا خلايا هناك في عصب قال وجدنا ان الخلايا قد تكونت ايضا من عصب منذ بواكيرها منذ تمانية وخمسين وجدنا انهم ايضا يعني عملوا كل ما يلزم لتكوين الخلايا وكانوا موجودين هناك والحكاية التي انا لم انساها والتي حكاها لي انه عندما تم بناء كنيسة في عصب وهي كنيسة ميكايل الموجودة وهو معلم من معالم عصب حتى الان موجودة هذا تم بناءها باموال من الاستعمار وكذلك تم الاتيام بقصيص من دبي من ديسي تم الاتيام بقصيص لها خصيصا من ديسي ديسي في والو في اثيوبيا فهذه لربض هذا الاعتداء السافر فكانت المحرك الاول لهذا الرفض وهذا العسيان كانت امرأة ايريترية تسمى روما تسفاين فهذا ما يعني كنا نعمل قال لي انه كانوا يعملوا جميع اجتماعاتهم في بيتها في عصب وانهم احدثوا احسيانا ورفضا لاتيام بناء كنيسة باموال ايثوبية وكذلك ايتيام بقصيص من ديسي من مناطق ايثوبية لانه لا توجد هناك حاجة لان يأتوا حتى لدينا مسيحيين ولدينا مسلمين في هذه المنطقة انطلاقا من هذا فهذا يعني اعطى لي صورة من انه تمايز فكرة التمايز كانت موجودة ومعمقة الى درجة انها كانت لا يعقها حتى الاختلافات واستراعات الاخرى الموجودة فهذا يعني من جهة ثم انه في فترة الكفاحة الاخيرة يعني في فترة الكفاحة المسلح يبدو انه ما تحدست به في فترة اولى انه غياب الامة وتغيان مصطلح الشعب عليها ربما كان تركيز منذ البداية التركيز على الكفاحة المسلح ودحر الاحتلال لذلك يعني فكرة يعني نشر الوعي او ربما لم تكن متقدمة بهذه الطريقة التي قد تشكل مفهوما او مصطلحات معينة في هذا في هذا الاقاف لذلك انا اختم ربما ليس لدي الكثير من الوقت او حسن 15 دقيقة اه استاذ شيفر لديك اربع دقائق اه تمام جدا انا يعني اصلا كنت اختم هذه هي كنت أختم أنه قبل أن أختم العفو قبل أن أختم حقيقة كان هناك نوع نوع من الوعي و بالخريطة الإيرترية كخريطة خاصة دراسة الخريطة الإيرترية كخريطة خاصة وبعد الأنشطة التي أنا ذكر من التنظيم الموحد كان لدينا كتاب اسمه نقرأ وننظم حقيقة كان هذا الكتاب بالنسبة لي عندما كنت أقرأ أنا في مخيم اللاجئين الإيرترييين في الخوقة كان لي بمسابة أو الدليل الأول لما يسمى بإيرتريا وثقافاتها والجبال الموجودة جغرافيتها والشعوب الموجودة وهذا قبل تقريبا هو كان أثناء الاستغلال بالنسبة لنا لكن كان يعني تأليف هذا الكتاب من قبل قبل التحرير فبالتالي أنا أرى أنه مفهوم الأمة كان موجود بالختام مفهوم الأمة كان موجود وبقوة لأنه خطم بعقد من الدماء بعقد من الدماء التي أصيلت على هذه الأرض الطاهرة لنيل استقلالها من الاستعمار وأنا أكتفي بهذا وشكرا طيب شكرا جزيلا أستاذ شيفا كان لدي فقط تصحيح الدكتور إدريس ذكر أنه يعني إيرتريا هي الدولة الوحيدة اللي يعني يتوفر عندها مصطلح شعبها مصطلح الأمة ولكن يعني في عهد الثورة إنتبه يمكن كان عايزين يعني يتمايزوا عن الأمة الأثيوبية الأثيوبية لا تكون أمة هم مجموعة من الشعوب يعني حتى ما يقدر يكون شعب واحد هم مجموعة من الشعوب المختلفة عندها وصول وأعراق مختلفة بالنسبة للآن نعم نعم حقيقة إيثوبيا سواء كانت يعني مصطلح الأمة يصحب عليها وغيرها هناك نقطة يعني كانت خارج موضوعي وهو أن إيثوبيا عندما تم تكوينها كإيثوبيا وإعطائها هذه الخريطة هي في الحقيقة ما كانت منبسطة على هذه الخريطة ما كانت موجودة شيء اسم إيثوبيا قبل ما الاستعمار هو الذي أختار لها وعمل لها هذا فهذا مما يشير إلى هذا هو كانت تتصرف بعد السلاطين في إيثوبيا سلطانة أوسى على سبيل المثال في عام 1936 زار سلطان أوسى إلى روما بصفته رئيسا أو سلطانا لأوسى ما كان يعترف أصلا لإيثوبيا نعم هذا نعم نعم اتفغ معقول هذا أنا أشرف لأنه هما ما كانوا أمة يعني ما بتتوفر عندهم الآن شكرا جزيلا الأخ الأستاذ شفا على الإضافة القيمة والآن المهم جدا أنه الأخ والأستاذ زين ياسين الزين شوكاي يقوم بترجمة الكلمة أو المداخلة تصور كانت موجزة مفيدة تقدر يعني الأستاذ زين شوكاي تقدر في ثلاث دقائق كده ماكسيموم خمس دقائق تكفيك صح شكرا شكرا لأساذ شفا عمر على هذه المداخلة هو شو يعني الأخ شفا حقتصر أنا في دقائق بسيطة مدقا تقرين يا غبوزكب أنس بعرض أتي بحسن زبالي نتي حاولنا شفا زبالو كدائي نقر نحن فضل مداخل سيطة فضل مداخل أصل بكاركو سيطة زبالو كدائي غبوزكي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر